مرحبا أصدقائي كيفكم معكم عمي القناة نيمو الفيديو طبعا اليوم بيحكي عن تحديات الديدبول اللي هو الاسبوع الثاني و بيحكي عن تحديات بروتوس كمعلومة تانية يلي هنين تحديات الاسبوع الاول في الله مع بعض اذا انت اول مرة عند تشاهد الفيديو بالقناة ياريت تشترك و تحط لايك للفيديو و فعل زل الجرس لي وصلك كل جديد عندي بالقناة في الله مشاهدة ممتعة و مع بعض موسيقى خلاني نحكي له عن اسبوع الاول اللي نزل بفورتنايت الاسبوع الاول بفورتنايت نزل باسم تحديات بروتوس مثل مظاهرة امامكم هون بهاي الترابيزة هون انا شرحت تحديات هدول عندي بالقناة اللي حطولكم الرابط تحت بالوصف لنحكي شوي عن التحديات وفي ناس عندي حكيت بموضوع بروتوس انو شلون التحديات اللي نزلوا عشرة بس اللي انت شرحتون ومطلوب هون 18 تحدي مطلوب هون انك انت تخلص 18 تحدي لحتى تقدر تختار تختار الاستايل تابعه يا اما شادو یا اما جوز هلا بهذا الموضوع رح أحكي ان انا ما قعد تسريبات تبع الاسبوع التاني اللي هنم مربوطين نفسهم بالاسبوع الاول بس سموهم بالاسبوع التاني لحتى تقدر انت تخلص وتاخذ الاستايل تبع بروتوس هلا انا شرحت عشر تحديات عشر تحديات شرحتهم بهذا الفيديو وهلا رح اشرح ان شاء الله عشر تحديات تانية بس لا مو هلا لح نزلهم بعدين انا معي تسريباتهم مثل المظاهرين امامكم بالشاشة كلها ايوتهم معياهون وشرحهم معياهون بس ان شاء الله بدي نزلهم بعد فترة او بعد يوم او يومين بس لحتى يبلش الاسبوع ولحتى زبط لكم الفيديو كامل وشرح لكم فيه كل شي تحديات لحتى تقدر انت تفتح هذا الاستال اول شي لازم تخلص 18 تحدي متى مظاهر امامكم هو انزل 10 وهلا لح ينزل 10 تخلص منهم 18 من 21 لحتى تقدر تختار يا اما شادو يا اما جوست اكتب لي تحت بالتعليقات شو لح تختار انت الشادو او القوست انا من نفسي لح اختار الشادو ستايلات الشادو كتير حلوة لكل الاسكينات بشكل عام خلينا هلا نحكي شوية عن سكين الديتبول اللي هو موضوعنا لليوم لما تشتري البطلباس بيقلك انه انا السكين السري تبع هذا البطلباس فس في ناس قالتلي انه شلون سكين سري وفي ناس قالتلي انه لا هذا ما بده بطلباس لا بده بطلباس متى موظهر امامكم بالشاشة لما انت تفوت على الكمبيوتر تبع الديتبول بيطلب منك انت تشتري البطلباس حتى يفتحوا التحديات تبع الديتبول فانت لازم تكون شاري البطلباس خلينا هلا اشرح لكم من وين بتجيبوا تحديات الديتبول وشلون بتساوه شايفين هون خانة البطلباس بتفوت لهون بتفوت على هاي المروحة عليها اللوغو تبع الديتبول بتفوت عليها بتفوت على منطقة الديتبول اللي هو الحمام عزكم الله متل مشايفين امامكم اول شي لأقلكن تحديات تبع الاسبوع الاول اللي انا شرحته في فيديو سابق بتفوت على هاد الكمبيوتر طبعا اللي احنا عن نحكي انت وشاري البطلباس ورجعتكن انا الصورة انت ومو شاري البطلباس شو بيطلب منك وشو بيقلك انك انت لازم تشري البطلباس الاسبوع الاول انا شرحته لح ارده لكم يا هلا ع السريع الاسبوع الاول بيطلب منك انك انت تلاقي الليتر تبع ايبك جيمز اللي هي ورقة ايبك جيمز متل ما اطلقكم مكانه بالشرح الماضي انه بتلاقيها هون تحت ليك مكتوب عليها لتر تو ايبك يعني موجودة امامكم سهلة كتير بتكبسها بيطلع قدامكم هاي الرسالة مهمة الرسالة بلا بلا وحكي ومدري شو بتكبس اوكي بتفوت على الكمبيوتر هون بتلاقي خلصة هاي المهمة المهمة اللي بعدها اللي هي يعني انت كل عليك انك انت تفوت سولو او دو او سيكواد وتنزل من الباس ولا تشكر سائق الباس اللي هي بتكبس فيها كبسة الاموت فبشكر سائق الباس انت لاتكبسها بس انزل من الباس ولعب وخلص هيك انت بيحسب عندك التحدي هلا هيخلصنا الاسبوع الاول مع بعض وشرحنا كلش عن ديدبول وحكينا كلش عليه خلينا نشرح الاسبوع التاني الاسبوع التاني لسه ما فتح مطموظار امامكم تكبس عليه ما بيفتح بس انا جبتلكم تسريبات تواهي الصورة زهرة امامكم بالشاشة تحدياته سهلة كتير وبسيطة والتحدي المطلوب معنا اول شيء من التحديات اللي هي انك انت بداك تلاقي كرتونة الحليب كرتونة الحليب هاي متل ما ظهرت بالتسريبات انه انت لحت تلاقيها بهاي المنطقة انا فوت ورجيكم وين بتفوت بتلاقيها بهاي المنطقة متل مزارة امامكم انا حتتلكم شلون بتكون شكلها هي هون في علبة صغيرة بس انت لحت تلاقيها تقريبا حسب التسريبات قالوا انه لحت تكون موجودة هون بهاد الشكل اللي ظهرت امامكم كله عليك انك انت بتكبس عليها متل ما كبست على هاي الورقة بالاسبوع الاول هوك انت بتكون خلصت التحدي بكل بساطة وبكل سهولة خلينا هلا نحكي عالتحدي اللي بعده والتحدي الثاني اللي هو بدك تلاقي ثلاثة من التشيبا تشانجا شو هاي التشيبا تشانجا نعيم لا تحكي عليها بس انا شيف لازم احكي عليها يعني كنت اشتغل فيها يا اخي لا 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 تحكي عليها خلص لا لا بدي احكي هاي اللي تشيبا تشانجا هاي عبارة عن بوريتو اللي بتنباع بمكسيك هاي اتلة شعبية كتير بالمكسيك بغرب اميركا عبارة عن انه مثل خبز يعني مع عجين ومعمول وبنحط جواته جاج وما جاج وعيت بالنسبة اللي انا كأنني اشتغل شيف يعني فانا لازم اشرحها ما قدرت خلص نعين خلينا نفوت بموضوعنا ونحكي عن تحديات ديت بول اللي احنا هلا مو فاتحين شرح طهي واكل منعرف انك شيف خلص حل عنا هاي انت لح تلاقي ايا بثلت اماكن حسب التسريبات لح تكون قدام هاي جرة الغاز مثل مظاهرة امامكم بالصورة مطلوب منك انك انت تلاقي ثلت صندويشات اول صندويشة اللي احنا متأقديم منها مية بالمية من اعلان البتالباس اللي هي موجودة قدام انبوبة الغازة يظاهرة امامكم بالشاشة كل عليك انك انت بتكبس عليها وبتاخدها سهلة كتير بس حسب التسريبات قالوا انه التنتين التانية تلح يلتقوا بمكانين المكان الاول هون بتفوت لهون عند مكتب بروتوس بتلاقيهم بالمكتب متل مظاهرة امامكم بالصورة كل عليك انك انت بتكبس عليها وبتاخدها هيك انت بتكون جمعت صندويشتين والمكان التالت تبع هاي الصندويشة اللي تشيما تشانغا موجودة عند مايا فوت ورجيكم وين موجودة عند مايا بتلاقوها عند هذا الستند او هذا الرف بتلاقوها موجودة متل مموضحة امامكم بالصورة كل عليك انك انت بتكبس عليها وبتاخدها سهلة كتير وبسيطة هيك انت بتكون خلصت تحديات الديدبول تبع الاسبوع التاني شرحت لكم ياها اي تعديل بيصير عليها انا لحكتب لكم كومنت مسبت تحت او لح امال اليها فيديو مفصل ازا طلعت التسريبات غلط بس هي التسريبات ان شاء الله مية بالمية صح وانا متأكد منها تقريبها بالنسبة 80% بس هي التسريبات عم يقولون انه صح مية بالمية فبس هيك هو الاسبوع التاني تبع الديدبول كتير سهل وكتير وسيط هو الديدبول اللي متل ما بنعرف لحنا هو يعني سكن حلو سكرت سكن يعني هو سكن السري تبع هذا الموسم بس لحنا متل ما بنعرف شخصية الديدبول شخصية تافها واكشن بنفس الوقت اللي يتفرج على الفيلم بيعرف هذا الشي انا بنصح اي شخص يتفرج على الفيلم له جزئين كتير كتير ممتع الفيلم حلو كتير كتير الفيلم تبع الديدبول فانا بنصحكم نصيحة مني انه تفرجوا على الفيلم انه فيلم فعلا ممتع وحلو كتير وكوميديا طبعه وحلو في اكشن الفيلم كتير كتير حلو جدا ممتع فبس هيك كان لغ مقطعنا اليوم سهل كتير وبسيط وان شاء الله يكون عجبك واذا انت اول مرة عند تشاهد الفيديو على القناة حط لايك للفيديو واشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد وشكرا ازاكملت المقطع للاخر وبرعاية الله